اشتركوا في القناة النص مهنة الغد مهنة الغد الحلو الثامنين تحاد النص عندنا أقرأ وأفهم طيب ابحث في العبارات التي تمثل المعنى ابحث عن العبارة التي تمثل المعنى تحافظ على العادات والتقاليد ابحث عن العبارة التي تمثل المعنى تحافظ على العادات والتقاليد ما لا نستخرجها من النص العبارة للدول على هذه في النص ما زلت يا أختي تحافظين على عاداتنا وتقاليدنا العبارة في النص ما زلت يا أختي تحافظين على عاداتنا وتقاليدنا هي استخرجها من النص ما زلت يا أختي تحافظين على عاداتنا وتقاليدنا طيب سؤالة ثانية تحافظ على العادات والتقاليد جملة الثانية السيارة قوية وسريعة السيارة قوية وسريعة عبارة لدل عليها من النص وكانت السيارة تنهب الأرض نهبا متسلقة المرتفعات هذه العبارة لدل هذا المعنى وكانت السيارة تنهب الأرض نهبا متسلقة المرتفعات جملة لبعدها أقف إلى جانبك وأدعم قرارك جملة لدل على هذا المعنى من النص جملة لدل على هذا المعنى من النص سوف أساندك وسوف أساندك وأشجعك حتى تتمكن من دخول مدرسة تقنية لتعلم الميكانيك طيب العبارة الأخيرة لكن دون فائدة لكن دون فائدة العبارة لدل عليها العبارة لدل عليها من النص لكن دون جدوى لكن دون جدوى هذا يدون فائدة طيب إلى أين توجه أفراد الأسرة توجه أفراد الأسرة إلى بيت الخالة أم سعد سبب الزيارة نجاح ابنتها وردة في شهادة البكالوريا لتهنئتها سؤالي بات كيف استقبلت الخالة أم السعد ضيوفها استقبلت الخالة أم السعد ضيوفها بالشكر والترحاب بالشكر والترحاب ما هو التقليد الذي حافظت عليه أم عصام التقليد الذي حافظت عليه أم عصام هو الطبق التقليدي الذي حافظت عليه أم عصام هو طبق الغرايف الغرايف استخرج من النص ما يدل على ذلك ويدل على ذلك من النص عبارة أما الأم فلقد قدمت طبق الغرايف للخالة التي شكرتها سؤالي بات ما هي المهنة التي يحب عصام ممارستها عندما يكبر المهنة التي يحب عصام ممارستها عندما يكبر هي ميكانيكي ميكانيكي وما سر وراء اختياره لهذه المهنة السر في اختياره لهذه المهنة هو عطل أصاب سيارة والده لما كان متجهين إلى بني دوالة وعجز الأب الطبيب عن إصلاحه وأصلحه الميكانيكي ماذا يتطلب ماذا يتطلب تعلم الميكانيك يتطلب تعلم الميكانيك دخول مدرسة تقنية وتتطلب فهما وتخصصا ومهارة سؤالي لبعض هل باركت الأم اختياره إصام لقد باركت الأم اختياره إصام ويدل على ذلك من النص أنا فخورة بك يا إصام وسوف أساندك وأشجعك حتى تتمكن من دخول مدرسة تقنية لتعلم الميكانيك فهذا الإختيار ينسجم وميولك سؤالي بعد يختل يحتل يحتل عالم الشغل يختل طيب يختل عالم الشغل إذا ما عمل الجميع أطباء ومهندسين كيف ذلك يختل عالم الشغل إذا ما عمل الجميع أطباء ومهندسين لأن المجتمع لا يحتاج إلى هؤلاء فقط بل يحتاج إلى عم النظافة ومحامين بنائين معلمين مدرسين فلاحين وكل المهن والحرف فإذا فقدت واحدة اختل النظام العام للشغل فكل يكمل بعضه بعض طيب يزدهر الوطن إذا مارس كل واحد منا مهنة يحبها ويتقنها وضح المعنى من هذا الكلام مبينا رأيك فيه يزدهر الوطن إذا مارس كل واحد من مهنته ومهنة يحبها ويتقنها لأن الذي يمارس مهنة يحبها فإنه يتقنها وإذا لم يكن يحبها عبث فيها وقدم أسوأ ما عنده فلا تكون فائدة من ذلك وتكون الفائدة غير نافعة بل تصبح مضر لصاحبها وللمجتمع ما هي المهنة التي تحب أن تمتهنها مستقبلا ولماذا أحب أن أكون في المستقبلا أستاذا لأنها مهنة تصنع العقول وتعد الأجيال وتصنع الرجال فما أعظمها من مهنة أثر لغتي لاحظ المثال في الجدول ثم ابحث في القاموس عن أصل كلمة مستقبل ثم اختر أربع كلمات تنتمي إلى نفس العائلة واذكر معنا كلا منها طيب هما داروا كلمة بنك أنفق ما ينفق منه ذهب ذهب إن صرف ذهب مصروف وصرف ومصرف طيب هل ندروا مستقبل كلمة مستقبل أصلها استقبل في الماضي استقبل مستقبل المستقبل هو الجهاز الذي يقوم بتلقي الإشارة المستقبل بكسر الباب استقبل تلقى استقبل تلقى مستقبل المستقبل هو ما يكون في القديم الزام في القديم الآتي ولا في الزمن القادم استقبال وترحيب مكتب استقبال هو مكتب ترحيب وقاعة استقبال الضيوف طيب أفعال الخمسة وإن كان هذا الدرسين محذوفين نحلو تماني تحمل باب الفائدة حتى يستفاد التلاميذ ولاحظوا وأكتشف عالة الخالة أم السعد طيب سؤال أين هو سؤال في أي زمن صرفت الأفعال التي باللون الأحمر الأفعال التي باللون الأحمر في زمن المضارع يحبون يشتهيان تحبين ما هي الضمائر التي صرفت معها الضمائر هي أنت أنت تحبين وهما يشتهيان وهم يحبون طيب عين آخر هذه الأفعال و و نون ي و نون و ألف و نون طيب الصرف ألاحظ وأكتشف في أي زمن صرف الفعلان صرف في زمن الماضي ذهبنا و تناقشنا ذهبنا و تناقشنا في الماضي الفعل ذهب فعل ذهب يتكون من ثلاثة حروف و الفعل ناقش يتكون من أربعة حرف أصل الفعل ناقش و لا تناقش أصله ناقش بدون ألف زيد على حروفه الأصلية حرفان ممتاء و الألف فسمي هذا الفعل فعلا مزيدا أما ذهب فهو فعل مجرد بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب و جامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي و لكم سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي و أتوب لك والسلام عليكم و رحمة الله